السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدري لبزع لكم اتمنى دماء اموركم تكون بخير بالخير ويرقائكم هذا الفيديو في احسن احوال اذا كنتو اول مرة تشوفوا القناة وعجباتكم لا تنسونيش بالاشتراك ديالكم وضغطوا على الجرس باش تصلوا ان شاء الله بكم جديد الوصفات ومرحبا بكم في القناة فبنسبة للفيديو ديالي ما ان شاء الله فاجيت نقترح لكم واحد الوصفة اللي سبق لي وحطتها لكم في القناة وبنسبة لهذا الوصفة لقات نجاح كبير في القناة ولقات مشاهدة ليه كبيرة والاهم من هات الشي ان هاد الوصفة حضروها او اللي جربوها بزاف ديال الاخوات ونشحت معهم وقلت علش لا نعودها لكم مرة اخرى خصوصا الاخوات الجداد اللي عاد نضموا القناة والاخوات اللي مازال ما نضموش القناة باش يشوفوا هاد الوصفة وان شاء الله يجربوها حتى ومتنى الإعجاب ديرهم فبنسبة الوصفة اللي غد نقدم لكم اليوما هي ماني كريب اللي يجو عمرين بوح الحشوة اللي كتجي الليدة وبنسبة الكريب فغد نديرهم إن شاء الله بالماء ماشي بالحليب لانه كان ينين بزاف الاخوات اللي قالوا لي بغاوا يحضروا الكريب ولكن ما يبغيوش يديروا الكريب بالحليب فان شاء الله هتجربوها الطريقة ديال المرة كيجي ناجح مياه في المياه وكيجي خفيف وغد نحطر لكم إن شاء الله بنسبة لهذا الفيديو غد نحطر لكم واحدة شربة بالبتطالي إن شاء الله سوف تنفعكم في شهر رمضان فأخذت هنا اول حاجة بالنسبة الحشوة سوف نرقد التجاج او السنر التجاج كيف ترى فقطعته مربعة صغيرة بالنسبة الكيمية تحكموا فيها معلقة السلطة السوجة معلقة كبيرة نص معلقة الخل البيض معلقة كبيرة تقريبا تحميره وشوية الملحة تحاولوا البنات لا تكتروا الملحة لان السلطة السوجة كيف تتعرفوا الملحة سوف نحاول لبسهم جيدا القطع الدجاج سوف نغطي الدجاج بالبلاستيك الغذائي ووضعه من طبيعة الحلف المجمد او لف تلاجة سوف نضعوا في تلاجة تقريبا ساعة احتى ساعتين بالنسبة لان اخليتوا ساعتين اذا كنتم لم يزروا بيش فحاولوا انكم توجدوا هذا الوصفة في الليل اتخليوا الدجاج لانكم كل ما خليتوا الدجاج لانكم كل ما خليتوا الدجاج لانكم كل ما خليتوا الدجاج لانكم مرقد فهذا الاشياء فهو كيطب لكم سهولة وكيجيفتي بزع بالنسبة لانها ساعتين فاديس باش نحضر البصلة اللي سيطيب ان شاء الله مع ذلك التجاج فاخديت هنا مقلة اللي ادرت فيها جوج حبات البصلة فبالنسبة لبصلة كان عندي الحجم ديرها كبير قطعتها قطعة صغيرة كيفما تشوفوا معي درت عليها زيت المائدة وخليتها العفية اللي كتكون مهيلة فحاولوا ما تجهدوش لها النار لان تجهدوها الطيبة على خاطرها وتحمر كيفما تشوفوا مباشرة بعد ما طبت عندي هنا البصلة فنضيف عليها قطع دجاج كيفما كنت لكم هنا عدد ساعتين تقريبا سوف نحاول نخلط هاتجوج مكونات مع بعض اياتهم فحوشوالي كاتجي اقتصادية وسهلة وفي نفس الوقت سوف نضيف عليها تقريبا واحد شوية دي الهرسة فكنت غدين دين رأس ملعقة ولكن كان عندي الاب لي ما بغيتش ندير الحار لا يبغيش بزاف الحار سوف يضفت شوية دي الهرسة وغادي نخليها دجاج علعفية اللي كتكون متوسطة كيفما كتشوفوا معايا طيب مباشرة كنجهد علي النار و نضيف هنا كيفما كتشوفوا معايا نضيف هنا لشومبينيو فخديت هنا علبة لشومبينيو اللي قطعته رقيق بزافة تقدروا تعوضوها البنات بخيزو اللي بغا تضيف خيزو طبعا نحن ماشي مشكلة تقدروا تضيف خيزو او للقرعة الخضر حتى يتحكوها و تضيفوها في هذه الحشوة فهتقدروا تضيفو الزيت والخضر مقطع صافيو هنا كيفما كتشوفوا معايا اغطيت على هاتجاجو و دي الهرسة و اخر حاجة ضفتها و تضيفو و تضيفو و نضيفو حتى نضيفو حشوة و نضيفو نضيفو الخالص كريب فدرت هنا يربعة ديال الحبات البيت فبنسبة الفيديو اللي سبق لي و اضيفو فدرت غير نصف الكيميا و هناك نضيفو كثيرة لان انا بغيت نطيبو كامل النصف غير نعمره و نصف الاخر غير نحتفظ به في المجمد وقت ما حتاجة نحضر الكريب فغير نلقى عندي الكريب واجد فقط غير نطيب الحشوة فدرت هنا يربعة ديال الحبات البيت ثلاثة ديال الكيسان فتقدروا تديرو الكيسان كبار او لصغر على حسب انتوما الكيميا اللي بغيتو الاهم من هاتشي اناكم ديرو ربعض البيضات و الكيس ديال الماء فتقدروا تديرو كيس كبير او لكيس ديال اتي فدرت ثلاثة ديال الماء فاقضيتو فقط من الروبيني ما مدفيتو متاشي حاجة درت شوية ديال الملحات شوية ديال الزهار ودرت من طبيعة الحجل شوية ديال الرباع تقريبا نحتج معالق ديال الرباع اللي يكون مطحون سوف يخلط الكل من ذيان حتى نسجمون مكونات مع بعضياتهم وضفت ثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق لابيض فبنسبة الكيميا ديال الدقيق على حسب النوع اللي انتو ما استعملتو فانا دائما كندير ثلاثة الكيسان ديال الماء ونفس القياس ديال الدقيق اللي كندير فحاولوا تغرب له من قبل سوف يكتحصلوا على الخالط كيف ما كتشوفوا معايا ماشي بحال شكل ديال الخالط ديال البغرير فهو كيجي خفيف عليه ففي وقت ندوز في البلاسة نطيب هاد الكريب فكنناخد المقلة وضروري كل مرة كندير قطرة ديال الزيت راه هادي معروفة عندي في القناة الاخوات اللي متبعيني سواء كالكريب اللي حلو او المالح كيعطي واحد زخرفة لهاد الكريب وكيجي نخفيف بزار سوفي كنوضع شوية ديال الزيت كندير كيميا ديال الكريب نخلي حتى كيطيب وكي بدك يتحمر مباشرة غادي نقلبه وغادي نخليه الاخرى فبنسبة لي انا ما غاديش نحمره بزاف لاناناني بعد ما غادي ندير لي ان شاء الله الحشوة فضروري غادي نعود نرجعه في المقلة غادي تشوفوا معي ان شاء الله الطريقة اللي غادي ندير وهكا غادي زيد التحمر لي أكثر بالنسبة الطريقة اللي كان دير من اللي كان طيب ناخد واحد المنديل وكان وضع الكريب وكان اغطي عليه باشه كي يبرد علىه حطروه في نفس الوقت هادو كل جوانيب ما كيقصاحوش وكيولي وليار طبين وبالنسبة لهذا الكريب بعد ما كيطيبرا كي يجي لبناتو كي يبرد كي يجي غزال بزاف وكي يجي خفيف فان شاء الله تجربوا هالطريقة كيما جربوها بزاف ذيال الاخوات اللي كان شكرهم من هاد الفيديو فكنقول لكم شكرا بزاف على دعوات ديالكم اللي كتدعو معايا خصوصا الاخوات اللي دائما كي يجربوا الوصفة ديالهم وهم عينيهم غمضين كي يقولوا لي كنجربوا الوصفة ديالكم ما كنخافوش انها ما تستقش لنا فكنحاول دائما نحط لكم وصفة اللي تكون ناجحة فالحويج اللي كندير دائما معتمدين عندي فكنحاول دائما نشاركهم معاكم سامر بحلقة كيف ما كتشوفوا معايا غادي نكمل الكمية اللي عندي كاملة فبصراحة غادي نطيب دباغين نصدية الكيمية وماللي غادي نعمر هادو وغادي نساليهم ان شاء الله غادي نحطهم نكلهم ان شاء الله صافي وغادي ندوز نكمل الكمية اللي بقت لي كيمية اللي هي كثيرة صافي بالنسبة للكيمية اللي بقت عندي فهي هادي كيف ما شتولي طيب فادرتوا حدى فوقوا حدى وغطيتها وغادي نخليهم يبردوا وهنايا بغيت نشارك معاكم فقط هاد هاد الوصفة وخيرها بسيطة ولكن يقدروك ينشئ اخوات لي ما عارفين هاش فهادي دائما كنديروها في الصيف كجي البنات اللي دا منعيشة فكتاخدوا خيزو او لا الخيار بالنسبة لخيزو فكتحكو وكتضيفو ليه البرتقال عصر للبرتقال را كي يجي غزال بزاف وبالنسبة لخيار فكتحكوه وكتضيفو ليه المزهر وكتضيفو كيمية دي السكر على حسب انتم الدوقت لكم فكي يجي لبنات غزال مو نعيش ان شاء الله هتجربوه لوليدتكم خصوصا الاخوات لي ما كييكلوش لهم الوليدت ديالهم الخيار فان شاء الله هتجربوه بها الطريقة وعلاه هي يكلوه لكم طف هناك كيف ماشو غادي ندوز دابا باش نعمر الكريب فكيف ما كتشوفوه معيه بنسبة لوجه الاخير اللي تحمر عندي فهو اللي كنديرو في الاسفل واللي طف اللويل فهي اللي كندير ان شاء الله من الفوق غادي نحط عليها الحشوه اول حاجة كنديرها بنسبة لهاد الكريب فكن اخد لني الفرماج ديالسوندويتش فتقدرو تحكو الفخوماج حمر او اللي انتم ما شنو بغيتو فانا كنفضل هذا الفرماج ديالسوندويتش لانه هم اللي كي اللي كننقدم هاد الكريب سخانين فكيجي دايب فيهم وكيجي زوين بزاف طف هناك ندير الحشوه من الفوق كيف ما كتشوفو معيه وكام طوي هاد الكريب ديالي بهاد شكل كام طوي بهاد شكل ديال ديال المسمد طف هناك نحصل عليه بهد شكل كيجي غزال بزاف وكيف ما تكرت لكم فبنسبة لي انا فغادي ندير هنا ديكريب اللي هما صغارين بزاف ندير الحجم ديالهم فتقدرو تكبروا أو لا تطغرو على حسب انتوما الحجم اللي انتوما بغيتو فقط ان اعطتكم فكرة ديال هاد الوصفة Medical تجي رائعة بزاف وكيف ما تكرت لكم فان شاء الله غادي غادي تا 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 تنجح معاكم وف نفس الوقت غادي تاعجبكم في في الهى في رمضان في الوصفة اللي غادي تحضروا الفطر طف هناك كيف مشتهو باش وفي نفس الوقت يجيني كل شي سهل فكن ناخد كل شي لكيب وكنفرشهم فوق سطح الأعمال وكندير الفورماج جا صندويتش كنحط عليهم الحشوة وكنبقى كان نطويق بشكل هو عادي كما كتشوف معي هكا كي سهل لي انني نخدم كيميائي هي كثيرة وفي نفس الوقت من انتبش ونبقى واقفة بزاف الكوزينة بعدما كملت الكيميائي عندي كما كتشوف معي فغادي ندوز هنا باش نحضر معكم الشربة اللي كانت جي سهلة وسريعة فاخدت هنا كوكوت اللي درت فيها الجوج ديال مع القكبار ديال الزبدة درت عليهم واحد الحبة وحدة ديال البصلة اللي قطعتها قطع كبيرة درت تقريبا واحد سبعة ديال البطاطات اللي قطعتهم مربعات صغيرة ونخلي هاد البطاطة والبصلة مع الزبدة حتى يتحرم ديال مباشرة غادي نضيف عليهم كيمياء ديال الملح ما غاديش نكتر الملحة لانني غادي نضيف غادي نضيف عفوان في هاد الشربة ضامة ديال بنا ديال بقريفة بالنسبة الاخوات اللي ما غاديش بغاو يضيفوها فتقدروا تستغنائوا عليها ولكن كتعطي واحد المدق اللي هو زوين وخاهية مش صحية ولكن كتعطي واحد المدق لهاد الشربة زوينا بزر بعد ما شحرتهم مزيار فضفت كيمياء ديال الماء فحاولوا ما تكترواش الماء خصوص الاخوات اللي غادي ضيفو الحليب الزائل في الاخير فغادي نقول لكم شنو غادي نضيف انا بالضبط سوف يغطيت عليها وغادي نخليها الطيبة اللي عفية اللي كتكون متوسطة لان البطاطة ضغية غادي يطيب عندي وهنايا بعد ما مرات تقريبا واحد خمسة ديال بقيق البطاطرة هي طابط فدست اول حاجة خديت انا المقلة ديال الخبز او اللي الملوي ودرت عليها الزبدة دهن دهن زيان بالزبدة وكان ستفهت لكخيب ديالي وغادي نخليهم على عفية اللي كتكون متوسطة حتى كيت تحمروا وغادي كان اعتدر منكم كيفما تعرفوا راها مروحة اليمن كيفما كتشوفوا معيها فغادي ندهن زيان بزبدة من الفوق وغادي نخليهم حتى كيت تحمروا وغادي نقلبهم من جهة الاخرى وغادي نقدمهم في الطبق ديال تقديم وهنايا الشربة ديالي كيفما كتشوفوا معيها هي طابط فشنو غادي ندير لها فغادي نضيف هنا بلصة الحليب السائل فعندي هنا الحليب بودرة غادي نضيف الجوج ديال معنق الكبار ديال الحليب بودرة لانك يعطي للشربة واحد المدق اللي رائع بزف تقدرو تضيفو كاس كبير ديال الحليب السائل غادي نضيف هنايا ثلاثة ديال القطع ديال الجبل متلت وغادي نضيف ضامة ديال بلنا ديال بقري كيفما كتشوفوا معيه غادي نضح الكل بالميكسر وغادي نوضع طنجرة ديالي فوق النار على عفية اللي كتكون متوسطة وغادي نخليها الطيب فقط واحد دقيقة الوقت اللي غادي تحمر لي الكريب وغادي يكون واجدو غادي نقدمها واخير حاجة غادي نضيفها هي شوية ديال الفلفل اسود اللي هو البضاء وبنسبة الكتافة ديال هات الشربانتو ما اللي كتحكموا فيها فتقدرو تديروها تقيلة او لا بغيتوها تكون سائلة على هكي اللي درت انا فكتزيدوا الكيميا ديال حليب السائل بالنسبة الكريب بعد ما طاب فهو هذا الشكل ديالو فكيجي محمر وكيجي لديد بزاف كيف ما تكرت لكم وسمحوا لي هنا لانا انا كنت غادي نقدموها كاما ما كانش ما كانش عندي كيفاش ندير باش نقطع لكم واحدة ولكن اللي بغادي تعرف كيفاش كيجي من الداخل فان شاء الله غادي تلقاوا الرابط ديال الوصفة اللي احتتلكم في القناة شحالها دي غادي تلقاوا ان شاء الله في صندوق الوصف فزينت الميني كريب كيف ما طيشها سوغيز اللي قطعتها على جوج وشوية ديال الاربع اللي باش يعطاني واحد اللون اللي يكون جميل بزاف بالنسبة لهاد الكريب وكانت هادي هي الوصفة اللي قدمت لكم اليومة كانت منها فعلا ان هاد الوصفات اللي شاركت معكم اليومة انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم فبنسبة لكريب تحضروا تحضرهم الوجبة ديال افطار في شهر رمضان او لا تقدرو تديروهم في الوجبة ديال الشهر مع الصالة طالة تكون منعيشة وهنايا بنسبة الشربة ديال البطاطا كيف ما تكتلكم تقدرو تحضروا هالفطار فكيني بزاف الاخوات اللي ما كيبغيوش يديرو الحريرة كيف ما كتلكم كل نهار كيبغيو يديرو مره شربة مره حسوة ومره الحريرة فان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف ديال الشربة بنسبة الخيار فكيجي لبنات الغزال بزاف نتمنى فعلا نصفات وبنسبة الكيمياء اللي بقت عندي ديال الكريب الخرافة هي عادي بعد ما كملت الطياب ديالها فتقريبا اعطتني ثلاثين حبة هاد الكيمياء اللي درت اليومات ديال هاد الكريب ثلاثين حبة ديال ديال الكريب فالنص احتفت به في او الاكتر من النص اللي غادي نحتفت به ان شاء الله في الموج بميد فغادي نخلي هالبنات غادي نغطيه وغادي نخلي حتى كي يبرد الهنايرا ما زال ما بردش وغادي نديرو في البلاسيات بلاستيك الغذائي هكا ما غادي نشطون في رقبيناتهم لان انا ما غادي نستعملهم فا غادي نجب هاد الكيمياء كاملة وغادي نعمرها ان شاء الله ونيا اه كان هذا واخير الفيديو فا كيف ما تكتلكم سمحوا لي غادي نديرو في البلاستيك الغذائي وغادي تحتفظوا بي في المجمل وقت ما احتجوا تعمروا الكريب ديالكم فكتجبدوا الكريب ديالكم غير ساعة او نصف ساعة سوف يكون هدكم مواجد فقط كتوجدوا حشوة وكتعمروا في البلاستيك الغذائي فا كنتمنى ان الفيديو ديال يومينا الاعجاب ديالكم وسمحوا لي بزافي لازعجتكم بالصوت ديالي وكنتمنى لكم دائما توفق ووشرككم بروكا نتلقى وان شاء الله فيديو قادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة